في حلقة الليلة من الشاشة الكبيرة بعد مرور عشر سنوات يعود ويل سميث وطامي لي جونز مان في من ان بلاك 3 شارلي سترون محط كل الاهتمام بدور الملكة الشيخ شريرة في سنو وايت and the Huntsman والمخرج المغربي نبيل عيوش يخطف الأنظار والإعجاب بمهرجان كان بفيلم الأخير Horses of God مرحبا بكم بحلقة جديدة من الشاشة الكبيرة حيث تعرفون عن قرب على آخر الأفلام والمسجدات بعالم السينما يبدو أن امتلاك حقوق سلسلة الأفلام أو الفرانشايز أصبحت من التوجهات الشائعة في هذه الأيام وها هو فيلم من ان بلاك 3 يعود من جديد ويعود ويل سميث بدور العميل جاي إلا أنه هذه المرة سيكون في رحلة عبر الزمن إلى الماضي لمنع وقوع جريمة قتل للعميل كاي الذي يلعب دوره تومي لي جونز وكما اعتدنا من هذا الفيلم فهو مليء بالمؤثرات المرئية الخاصة ومشاهد الأكشن المذهلة والحس الفكاهي المباشر والساخر أنصب أنصب من العميل الأفلام كما أنصب من مقالب فشمال بمشاهد التجسسساني أعلى أنصب مدومي مультатيسة لكي شعير قريب وكي أعلى أصبار صنفل حكومين بيذذخت هو مين مما هل مشاهد وكما رأي فكيم من الواضح أن الأمور اختلفت كثيراً عن السابق وعلى العميل جاي الآن السفر عبر الزمن إلى الماضي لإنقاذ حياة العميل كاي وبطبيعة الحال من المستحيل أن يقدم طامي لي جونز دور شخصيته قبل أربعين عاماً فأعطي هذا الدور لجوش برولين الذي لا يقدم في العادة مثل هذه الأدوار والشخصيات حقاً яchem في عظل شخصنا ممتازم مقاشرة أجبه وقفى أنشاء من الأوات وقفى أنشاء ممتازم وقفى أنشاء لذلك وقفى أنشاء ناماً وقفى أنشاءه وقفى أنشاء تست Betst cash مقطعه بحية اضف ale posición ترجم ان تغلق الي Liang ماذا طيب ماذا تربط إيش بالطبيع سعيدا cuzdك. سعيدا جدا بالحقونيان عن الدوان. حتى لديك منتظر القيادة. دعوني هذا الفنيه مPS تحتلاله. ما يرقمت بحقارك? حقاًا انه مبدأ هذا الشيء. لا يقوم بحق مدربًاPod وضع مجتمع ничего مما يجب عن طريقة اجتماعيblicة. الشيء يوجد بالجأة مجتمع لكي تحصيلها في تلصف محواناتف. ومشاركة عدد من أكبر نجوم الغناء مثل لدي جاغا جوستن بيبر ونيكول شيرزينجر فقط حققت النسخة الثالثة من الفيلم عوائد وصلت إلى 135 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من إطلاقه كما أعلنت شركة أكتف فيجين العملاقة المتخصصة في ألعاب الفيديو عن نيتها إطلاق لعبة مبنية على الفيلم تحمل اسم منين بلاك أليين كريسس منين بلاك 3 حاليا بصلاة السينما ومن سلسلة منين بلاك ننتقل إلى سلسلة باتما مع اقتراب إطلاق فيلم The Dark Knight Rises يبدو أن النجم باتمان كريسين بيل يعود إلى الساحة بقوة وعلى الرغم من ارتياح بيل للنهاية المحددة لشخصية بروس وين في فيلم باتمان الأخير إلا أنه اعترف بأنه سيشتاق إلى أيام تمثيل الشخصية وحتى ارتداء زي الرجل الوطوات غير المريح وبحسب شهادة بيل فأن هذا الزي سبب له الكثير من الصداع والحر والتعرق إلا أن كل ذلك كان يهون بمجرد مشاهدته للفيلم وبما أن هذه النسخة الأخيرة من الفيلم فقد قام المخرج كريستفر نولن بتقديم نهاية قوية مليئة بالأكشن تليق بختام هذه الثلاثية للرجل الوطوات فيلم The Dark Knight Rises في السينما الشهر القادر The Batman has to come back But if he doesn't exist anymore She must He must يبدو أن هذا الصيف حافل للنجمة شارليز تيرون حيث تشارك ببطولة فيلمين من المتوقع أن يحقق نجاحا باهرا وسيتم إطلاق الفيلم الأول ويتبع الثاني خلال أسبوع واحد فقط وهما Prometheus والفيلم الثاني هذا العام للقصة الخيالية الكلاسيكية Snow White and the Huntsman وإلى جانب ثيرون تلعب كريستن ستوارد دور سنو وايت فيما يقدم كريست هامزورث دور الصياد Huntsman هل تسمع ذلك؟ إنه صوت مجردات المتقلات ومجردات المتقلات في مطلع العام أطلق فيلم Mirror Mirror الذي أعد رواية قصة سنو وايت إلا أنه قدمها بأسلوب أثار انتقادات واسعة حيث التهمع بتشويهه لبعض أهم عناصر القصة الخيالية الكلاسيكية أما الفيلم الجديد سنو وايت and the Huntsman فقد أخذ منحة مختلفا تماما وقد يكون برأي الشخصي أكثر جرأة حيث نراه على تواصل أكثر وأعمق مع جذور القصة الخيالية الخرافية والروح التي طالما كان الهدف منها إثارة الخوف بين الأطفال لضبطهم وتقويم سلوكهم وليس بهدف تسلياتهم أبدا وقد تم اختيار النجم الفائق في الجمال شارليز ثيرون لأداء دور الملك الشريرة التي تحافظ على جمالها بقتل آخرين تحافظ على جمالها بقتل آخرين تحافظ على جمالها بقتل آخرين وقد كانت تحافظ على جمالها بقتل آخرين وقد تحافظ على جمالها بقتل آخرين كما تريد أنها تريد اشتركوا في القناة سنو وايت and the Huntsman مستوحى من القصة الأصلية إلا أنه يضيف لمسة جديدة على حبكة القصة حيث تكتشف الملكة أنها تستحق الخلود إن تمكنت من أكل قلب سنو وايت واللي هذا تقوم باختيار صياد لإيجادها وإحضارها حية إلا أن الصياد يرى أن سنو وايت أجمل بكثير من أن تلاقي مثل هذا المصير المقيم ويقوم بالتالي بتدريبها على فنون الحرب والقتال لتتمكن من قهر الملكة الشريرة والتخلص منها للأبد The Huntsman is a bit of lost soul We meet him at the beginning in the film and he's quite the drunk and living in the woods on his own and he's paid as a mercenary to hunt people down and is forced into, threatened into hunting down Snow White Consume her heart and you shall live forever Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down We're not copying something, we're not imitating something it's like we're making a new fairy tale and it's so worthy of the word I mean it really does take you somewhere that is like otherworldly It is like nothing I've been a part of It really is, it is epic in scale It is gorgeous, it is disturbing It's always walking this very fine line of heightened fantasy and harsh realities Snow White and the Huntsman كورن بأفلام على مستوى Lord of the Rings حيث امتدح النقاط تصميم الأزياء والموسيقى كذلك وبما أن هذا هو الفيلم الثاني هذا العام الذي يحكي قصة Snow White فقد قدمت كوليم شارليز ثيرون وجوليا روبرتز دور الملكة الشريرة الذي لعبته روبرتز في Mirror Mirror إلا أن النقاط رأوا أن ثيرون أدت الدور بشكل أقرب إلى الكمال حيث أبدعت في تصوير الشخصية الشريرة المغرورة الفيلم الذي يجمع الخيال بالأسطورة والأكشن في آن واحد يعرض في دور السينما الآن أذهل المخرج المغربي نبيل عيوش جمهور مهرجان كان السينمائي بفيلمه الأخير Horses of God الذي استوحاه من تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في 16 أيار 2003 وقد كان العد العالمي للفيلم بمهرجان كان ولقى ردة فاعل مذهلة وتصفيقا طويلا ولعل السبب في ذلك هو صدق الفيلم وعكسه لواقع الأحياء الفقيرة في المغرب التي أصبحت مصدرا لتجنيد الشباب اليافع في الإرهاب إلا أن من يشاهد الفيلم يشعر أنه ليس قصة إرهاب بقدر ما هو صورة صادقة ونقية عن حال شباب يعيشون في بيئة مسمومة الأفكار والتوجهات لا يشاهد الفيلم يشاهد الفيلم يشاهد الفيلمين لأنه يشاهد الفيلم يشاهد الفيلم يشاهد الفيلم المميز للممثلين وهم أبناء تلك البيئة التي يصورونها من الأحياء الفقيرة التي تدور القصة حولها إضافة إلى المقابلات التي أجريت مع الشباب في السجون ممن أقدموا على عمليات انتحارية لم تنجح وقد نجح عيوش في تقديم الفيلم المستوحى من رواية حيث أبدع في عكس واقع اجتماعي حقيقي بمشاهد ملحمية مؤثرة ومذهلة في خبر آخر يجري كل من نجم روكي سلفستر سلون والنجم الكبير روبرت دينيرو مناقشات حاليا حول عمل مشترك بينهما الفيلم الكوميدي عن الملاكمة سيتم تصويره في استوديوهات وورنر برادرز ويحمل عنوان جروج ماتش وتدور أحداثه حول ملاكمين متقاعدين يحضران لمنازلة أخيرة بينهما وسيكون الفيلم من إخلاش بيتر سيغل المعروف بغضبه الخارج عن السيطرة فيما يتولى دوغ ألن الذي قدم مسبقا أنتراج وضع اللمسات الأخيرة على النص وكان كل من ستلون ودينيرو قد عمل معا في السبع وتسعين في فيلم جريمة درامي كوبلاند ويبدو أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا دفع النجمين للتفكير في التعاون من جديد ولم يتم حتى الآن تأكيد أسماء الممثلين في الفيلم والعمل ككل ليس أكيدا بعد إلا أنه إن حدث فسيكون رائعا بجمعه لهذين الإسمين اللامعين الكبيرين وقفة مع الـ US Box Office Top 5 بهذا الأسبوع تراجع فيلم ساشا بارن كون الأخير The Dictator من المرتبة الرابعة إلى الخامسة هذا الأسبوع وبلغت إرادات الفيلم الذي يروي قصة The Dictator يخاطر بحياته من أجل ضمان عدم وصول الديمقراطية لبلاده المضطهضة 50.8 مليون دولار ترجمة نانسي قدر بحياته من المترجمات لا ترجمة نانسي قدر بحياته لا ترجمة نانسي قدر بحياته أريد أن أريدك أن تحرق حرق 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 ساعدت معينة في المرتبة الرابعة فيلم Battleship الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة من بعد إطلاق الفيلم عالميا Battleship مبني على اللعبة الشهيرة وتجاوزت نيزانية الفيلم المتين مليون إلا أن إراداته على شباك التذاكر الأمريكي كانت متواضعة حيث وصلت إلى 55.4 مليون فقط مالذي هل تتعلق بالكبر؟ تهاية 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 بعد أن دخلت تاريخ كثالث أكبر فيلم بمحصلة إيراداته العالمية التي وصلت إلى 1.3 بليون دولار The Avengers مازال على قائمة أفضل ثلاثة أفلام على شباك التذاكر الأمريكي وهو بالمرتبة الثالثة هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 552 مليون في الولايات المتحدة Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth Flaco, you know you're not supposed to be north of Canal Street Who is Flaco? It's Ravak تراجع في مننبلاك 3 من النمبر 1 الأسبوع الماضي إلى المرتبة الثانية هذا الأسبوع وقد بلغت ميزالية النصفة الثالثة من هذه السلسلة 225 مليون وحققت 111 مليون لغاية الآن What other secrets are there? Let's jump You've got 24 hours after that there is no coming back We're running out of time We're running out of clues And there's an invasion coming So really we need to go right now All right Do you hear that? It's the sound of battles fought and lives lost فيلم النمبر 1 هذا الأسبوع هو Snow White and the Huntsman الذي استعرضناه قبل قليل وهو من بطولة الجميلة شارليز تيرون بدور الملكة الشريرة ميزانية الفيلم بلغت 170 مليون دولار وقد حقق 56.2 مليون بأول أسبوع عرض على شباك التذاكر الأمريكي خلقة الشاشة الكبيرة لليوم انتهت نراكم الأسبوع القادم بنفس الموعد باي باي اشتركوا في القناة